افتتحت حكومة مصر والإمارات مركز خدمات مصر في محافظة أسوان الذي يعد المركز النموذجي الأول من نوعه في مصر والذي يأتي افتتاحه ضمن مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي حضر الافتتاح معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومن الجانب المصري معالي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين ويستلهم المركز النموذجي الجديد التجربة الإماراتية في تطوير مفهوم مستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي تجمع الخدمات في باقات موحدة تحت مظلة واحدة وتوفر الوقت والجهد وتقلص عدد زيارات المتعاملين بما يضمن تقديم تجربة خدمات مبتكرة ذات طابع متجدد يعتمد على رؤى الأفراد وتطلعاتهم